عسلامتكم ورحمة بكم من نزل كل اللي قاعدين تسمعوا فينا وينما كنتوا شكرا لكم ديما الاختيار ايا فام لاستماعكم لينا ومشاركتنا اخباركم كل يوم من ماضي ساعة ونص حتى الماضي ساعتين شكرا لكل الفريق اللي امن هالمواد اليومي هذية في الاعداد طبعا اسامة سعفي في الاخراج امينو شكرا لكل فريق الاخراج الرقمي اليوم بالذات هو ما يعرفوا عليش وانا نعرف عليش تحية لكم الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا زيدة نقول لكم ليتجمودي ما تكلمونا على 58 550 707 توصلوا اخباركم على خاطركم يوميا مرسلين مواطنين تمكنونا من الاخبار اكتر واحنا نمكنوكم انكم توصلوا صوتكم اقوى من اي وقت تعدى مرحبا بيكم في حلقة جديدة من مع الناس في مع الناس اليوم اسمهم ليح مواطن يخطفوا عون امن من وسط جلسة منتسبة في محكم مواطن يخطفوا عون امن من وسط جلسة منتسبة في المحكمة هذي الحكاية اللي بش نبديو بيها اليوم بعدا نعزوكم للسيحة تحديدا في المكنين وحادث اختير برش طعن تلميذة وتلميذ في محيط مدرسة اعدادية شنو اللي صار في المكنين بعد شوية في مع الناس نكملوا البرنامج بمشاكل النقل في العاصمة وعريضة مسحة من 500 شخص يطالبوا بتوفير النقل في المحمدية نسمعوا صوتهم بعد شوية شكرا لكم على المتابعة كيف ما قلت لكم البداية بموضوع الحقيقة اختير وبهد في نفس الوقت البداية من العاصمة تحت عنوان حادثة اختيرة بمحكمة الناحية بالوردية مواطن معترض يقع اختطافه من قاعة الجلسة المنتصبة نقرأ لكم التدوين اللي تم نشرها البارح كيف ما هي باشتبعوا معنا الموضوع من لول عاون امن تابع لمركز امن الكبرية في الزي المدني يدخل قاعة الجلسة كما قلت منتصبة ويقوم خلصة يعني بالسرقة باخراج مواطن معترض في حالة سراح بناءا على التنسيق المسبق مع الزوجة ويتم تكبيله واسعاده سيارة ادارية حتى لين يتفطن واحد من الاعوان في المحكمة ويعلم قاضي الناحية بالجلسة وكان رد فعلها حيني بالطبيعة وممتاز تقوم برفع الجلسة حالا بعد التنديد بالافعال اللي اتاها عون الامن في حق المواطن داخل قاعة الجلسة وتتصل بجميع الجهات اللي مختصة تتمسك باحذار المواطن المخطوف اتقائق من بعد نعلموا ان السيد رئيس المركز يرفض الحضور بالمحكمة ويرفض ان يجيب الراجل اللي يهزوا معاه اللي خطفوا بين قوسين خطر فماش توصيف اخر قاضي الناحية تتمسك بعدم استقناف الجلسة الى حين احضار المخطوف بالجلسة والجلسة حاليا ويقف شنو تفاصيل هالحادثة الاختيرة هذالي صارت كيف ما قلنا البارح والاستاتيو هذالي صار البارح وين وصلت من بارح الحكاية التفاصيل وتفاصيل خاصة جدا مع الاستاذة رشيدة الكافي اللي بيش تكون يوم هي مواطنة صحفية هي اللي بيش نقللنا الخبر لرشيدة مرحبا بيك يعيش مدنزل محبا بيك رجيزيكم يعيش كلا الله شكرا لي كانت اللي موجودة معانا الحقيقة وقت اللي الاخبار وصل بهتنا على خاطر هذالي يصير في بقعة كيف ما المحكمة وقدام انظار القاضية حتى لو كان القاضية تفاتنا تنباعد بطبيعة للاخبار هذالي الحقيقة احنا نبهته شنو اللي صار بالضبط اللي بي رح في في المحكمة في المحكمة الوردية هذه سيبقى خكيرة وفي اعتقادي معانيته صار قبل لكن في على خلفية معانيته سيع سيئ بقينا اليوم فما حتى سبب يخلي مواطن بزي مدني يدخل للقاعة الجلسة يدخل المحكمة اولا اللي هي مأمنة بامنيها اللي يخدموا في خدمتهم واثنين يدخل للقاعة المحكمة والمحكمة منتصبة بقاذيها محاميها بمواطنينها ويخرش المواطن هذالي ما يتفطن له حتى حد لو لا فطنة عون الامن البرى اللي يشافه هو يلبسه في الكبالات استفسروا قالوا ليرا ومتعلق بيه معانيته شبهة ارهابية اختيرة وعزوه في السيارة وتوجهوا به لي معانيته في الوقت الدخل وأعلم سيد قاضي الناحية مشكورة قامت معانيته باللازم رفعت الجلسة اتصلت بالجهات المعنية سيدوكي الجمهورية سيد رئيس المركز ورفضت انها تستأنف الجلسة الى حين احضار المواطن قعدنا نستنى وحتى يمكن ساعة واكثر شوية بايش من بعد يبوه المواطن هذالي واستجابوه لها معانيته رئيس مركز الكبارية من بعد قعدنا نستنى وفت الجلسة وعادت جلستها صفاء عادية وطلبت من الاعوان بش يستنى وينتظروا خارج اسوار المحكمة وطلبت من المواطن هذالي كان حاضر على خلفية اعتراضه على حكم في اهمال الهيات وكان ينجم اذا كان ما تفضلوش راوف قد حقه وفقد هالطاور هذالي بش يتأيد عليه الحكم الغيالي قدم ما يفيده انه هو معانيته قام بخلاص زاوجته وإلي في اعتقادنا لبسيت وانها هي كانت معانيته وراء العملية هذالي تفهم شبه انه زاوجها هي مشاركة في الحكاية هذالي عون الامن لانه عون الامن وقت اللي استفسرنا منه اذكروا انه هي علمته اشارت له في الجلسة قتلوا راه النفر هذيكة فيه منشور تفتيش قالها هيلي مش خدمتنا واحنا لو في قاعة الجلسة كي يخرج البراء فبا اعوان خدمتهم هذية طب يخدموا خدمتهم ويوقفوه هي اجابته حاسب تصريح عن الامر قتلوا وهاته متصرف وخرجت البراء وعملت اتصال هذي في ايه على اثره ادخلها الامن هذية القاعة وقام بالعملية كما اذكرتها قبل استاذ رشيدة حاجة من همه برشا اللي القاضي يتمسك باحذار المواطن مخطوف وزادة انه الشخص هذي اللي يجي وخرجه من قاعة الجلسة انه هو وزادة يجي لكن يرفضوا المثول يرفضوا انهم يجيوا يرفضوا انه يرجع رجل هذي من البرح لليوم معلت هذي مازال متواصل حتى يرجعوه البارح حدنا نستنيه تقريبا سيأتي لان سيد قديم نحي اصرت تصلت السيد وكي الجمهورية بنحكو الابتدائي بتنسة اثنين رئيس المحكمة سيد بن جده في تنسة اثنين واصرت وقالت يلزم المواطن هذي يجي وفعلا عنيته وقع احضار المواطن هذي واحضار جلسه وتعديت ما فارحته شيء وقدم يفيد لي خلاص الى اخيري وتمسكت وتصلت بجهات الامنية بعد ما وفيت الجلسة تصلت بالجهات الامنية ويبدو لي وانها حتى تصلت بالسيد وزير الداخلية وطلبت فتح بحث تحقيقي وهذا كالي صار من بعد بعد سماع والتحرير على العون اللي اه اللي اجتد المواطن هذي من قاعة الجلسة وبعد سماع زيد المواطن هذي يبدو واخدت الاجراءات اللازمة وهي متمسكة معانيته بتتبع البحث التحقيق هذي ويمشيوس على خطر فيه الحقيقة السيق اختيرة كما قلت فيه تعدي على حرمة المحكمة فيه تعدي على حرمة الجلسة وان شاء الله هتصرفيت هذية ما عدش تعاود كل واحد يخدم خدمته في المطلوبة منه وفي المكان المطلوب منه هاكيكة تتولي البلاد بخير هذية اللي انحبوه الناس الكل استاذة رشيدة كيفية لنشكرك بركة لو فيك اللي انت قدمتها شهادة هذية كما قلت علىها سابقة الاختيرة الحقيقة ان المواطن يتهز من وسط المحكمة في جلسة منتصبة وهو في الجلسة هذية وعوين امني خرجوه الحكاية تحلت البارح على خاطر القاضية ما تهونتش لنك هذية حاجة مهمة ومهمة جدا وتحقيق جاري في هال العملية هذية اللي صارت البارح كيف ما قلنا في محكمة الناحية في الوردية شكرا لك استاذة اللي كنت موجودة معنا ولي وضحتنا شنو وصار البرح بضبط في محكمة الناحية في الوردية خليكم معنا على خاطر بشنا مشيو نحكيو على مسألة اخرى المسألة هذية محيرة الاولياء الكل اللي عندكم ولدات الله يعينكم الكل على الوليدات متاعكم على القرية متاحهم على مشوارهم الاكاديمي واليوم وليتو زيدا محايرين على الامن متاحهم في محيط المدارس الاعدادية والمدارس والمعاهد والحقيقة الحادث اللي بش نحكيو فيها توزيدا ما تطمنش سايرة في المكنين وكانت نرجمة تصير في اي بقعة اخرى نحكيو على طعن تلميذة وتلميذ في محيط مدرسة اعدادية وتسويت في المكنين مع الناس خلت كل مواقع التواصل الاجتماعي يحكيو على الحادثة هذية في الساحل في المكنين حالم الاحتقان بعد طعن تلميذة وتلميذ في المحيط متاع المدرسة الاعدادية هذه البارح توقفت الدروس بالمدرسة الاعدادية طار حدد بمعتمدية المكنين التابعة على الولايات المنستير اثر تعرض تلميذ إلى عملية طعن من طرف تلميذين اثنين في محيط المدرسة المذكورة والاعتداء على تلميذة من خلال رشقة بالحجارة على مستوى الرأس حادث خطير جدا يهدد سلامة تلميذة هذومة والإطار التربة ويزادة تفاصيل جديدة مع المواطن الصحفي طارق عوداد سيطارق أهلا وسهل مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعين الكرام الآن صارت حاسة في مدينة المكنين تقريبا الحاسة المعزولة ما صارتش قبل الحوادثة كيفية في مدينة المكنين وخاصة قد أمل معاهد بصير حاجات خفيفة مش نوصل لتعن تلميذ صغار عمره 25 عام يتعن زميله طعنتين طعنت في الجنب وطعنت في الفخد يعني مش طعنها واحدة طعنتين ضربه في الجنب وفي الفخد بربي عني سؤال سيطارق زيد التلميذ هو اللي عام بأقام بعملية الطعن مع أنتا يقرأ في الكوليج زيد هو هو زميله في الدراسة زميله في الدراسة مع أنتا قاسر وصغيء به باش نفهمه وحنا شنوه اللي ساير بالضبطيه هو زميله في الدراسة قبل بنهار صارت مبينته معاركة معنات عارك وقعدت له في مخه معنات الحكاية منه وغدوة في وقت الساحة المدير نقص في القيمين ونقص في الإطار التربوي كاني واحدي ما عادش النجم بحكم أن اللي ساير فيه تقريبا أكتر من 1500 تلميذ 1500 تلميذ 1500 تلميذ معناها بيدون إطارات قيمين ومساعدين وسوربيونات احنا نقوله معناها باش يتلهاوا بتلميذ وقت الليل فوز ما عندوش ما عندوش كنت لها المدير ولا تلام ده كلا ما يقرأوش يخرجهم قدام اللي ساير صارت مناوش أبيناتهم وهو متغشش علي من نامس يظهر اللي محضر روحه معنا يا فارامو ضربه في جنب وفي الفخص تقول حسب الإطارات الطبية اليوم سألنا هم تعد مرحظ الخطر ولباس الحمد لله لباس حمد لله لباس تم إيقاف تلميذ اللي يتربط منه مع أخوه باستشارة نياب العمومية تم تلق تراح أخوه وإيقاف تفل اللي المتهم بالعملات الطعنية المتهم بالعملات الطعنية هذا أثار حافظ كل الأولياء كل الإطارات الطربوية في كل المؤسس شخلا مدرسة العددية طار الحداد أمس ما في عشق رأي وقفت هما بتبعاتهم نجوم على فات مقرأ وش نهارين أحتجاجا على نقص في الإطارات بربي هذه معلومة مهمة سيطارك كان أنت عندك منها نعرف مش بالضرورة لكن ما نسألك أنت كتقولي 1500 تلميذ عندكش فكرة على عدد القيمين اللي موجودين بوخشوغ فيي باش يردوا بيلهم على ها صغيرات هذو ما في وسط الماحد باش نفهم مزيدة أحنا خاطر ساعات يقولون لنا تتحاملوا على الإطار التربوي رأوا أحنا على خاطر رأوا معلاش الإمكانيات أن نقوموا بخدمتنا اللي نعرفوها ونحقوها كيف ما يلزم وكما أحنا نحبونا عملوه قديش عدد الإطار التربوي اللي موجود نحكي على القيمين ومساعدين القيمين هو قدام 1500 في معهد كما معهد طار الحداد مدرسة أعدادية طار الحداد وعن مدارس أعدادية أخرى اللي صارت حادثة تقريبا كيف بضبط في طريق السكرين مدرسة أعدادية 65 وهذا يجب يصير في معهد آخر وما نساء أخر تقريبا مبيناتهم ساعز حوادث واحدة تابع أمنيم الأمن والأخرى تابع طرابين الحارس الوطني صارت أولد زميلها كالعادة يضربها في وجهة يحللها 8 أوروز في وجهة بناية مناوشات أو العنف معنا في وسط الأسلام هذا حاجة عادية جدا في ظل الظروف اللي أنا عيش وفاهم عنا مجاوبنيش ستارة قديش عدد القيمين اللي موجودين في السياة على 1500 هو تقريبا زي عدد القيمين بالضبط بالضبط ما عنديش لكن عدد قليل جدا تقريبا تياس على 1500 تلميذ على 1500 وهذا علاش هو الإطارات التربوية معنا الأسادة كانوا عملوا وقت احتجاجي طالبوا بالإدارة الشي هوية وزار التعليم وزار التربية معنا بش وفرهم الإطارات رغم هو 1500 وعنا لسيس عدد وبكر فيه 1800 معنا من أولى ثانوية للرابعة ثانوية يعاني من نقص الإطارات عنا مدرسة العددية خمسة عمبر تعاني من نقص الإطارات تقريبا نزيل في مخنين المدرسة التربوية المدرسة العددية فيها كلها تعاني من نقص الإطارات فضاينا دو بي في قدش من جلسة معا الصلة الجهوية والصلة الوطنية ولا حياة المدرسة أنا نحب نشكرك تارقا ويدات شكرا لك على الشهادة هذية بركة لو فيك اللي أنت كنتم معنا تسمعوه باش الواحد نجم يفهم زيدا النتائج متاع الحاجات اللي وصلنا لها منعراش كانت تتفكر ولا لي كانت فما متابعات نفسية فما مرشد اللي جي مرة في الجمعة بشي نجم يقطر تلامذة كانوا فما قايمين بأعداد مهمة قايم أول وقايمين مساعدين بشي نجم يقطروا العدد اللي في المعاهد اليوم الإطارات التربوية زيدة قولوا لهم مية فما عنف في المكتب وفما عنف في المعهد وفي الاعدادية قول لك ايه احنا ساعة نجموا يكونوا من ضحاياه وكنا من ضحاياه في أكثر من مناسبة نحب ونحدوا منه لكن زيدا لزوتي لازمهم لازمهم موارد بشرية مع الامكانيات لازمهم ناس تأثر الصغار هدو ما ليتعديوا بعمر حرج ويتعديوا زيدا وينعيش وفي عصر الإحاطة بالصغار هدوية متغيرة جدا على كل معرفناه احنا قبل فالحمد الله على اللطف الحمد الله اللي لولايد لابيس هدو أول حاجة الحمد الله اللي زيدا اللي بنيا اللي احكينا عليها تارق في اعدادية أخرى قريبة في المكنين زيدا لابيس لكن مرة أخرى موش هدو حال المكنين وحدها رأو حال عدة معاهد وعدة مدارس أهددية في تونس الكل وربي يلطف بالصغيراتنا الكل وربي زيدا يلطف بالإطار التربية والي يتعارض لعملية العنف هدوية ولكن مسألة هدوية لازمها وقفة صحيحة ولازمها رؤية صحيحة ولازمها حل استراتيجي بيش نجم نقطرها صغيرات هدو على خطر كيف ما نخمم على الوليد الضحية اللي تضرب زيدا فما وليد الصغير في العمر اليوم بيش يتحاسب على العملة هدية ومستقبله الكل بيش يتغير فعليش نوصله أصلا لمرحلة متاع العنف هدية اللي موجودة في تونس الكل نحب نشكركم مرة أخرى على المتابعة نقولكم خليكم معانا من بعد شوية ثم بيش نحكيوه على عملية التحييو اللي حقيقة فضيعة بيش تسمعوها بعد شوية في آخر البرنامج وزيدا بيش نحكيوه على مشاكل النقل في العاصمة نحكيوه على المحمدية كيفاش بقعة كيف ما المحمدية بالعدد السكان اللي فيها اليوم 500 شخص يطالبوا توفير النقل بنسبة لهم هالمجمع سكني الكبير هذية ما فماش نقل مناسب للأعداد انتع ناس اللي تسكن في المحمدية تحية للناس الكل اللي تسمع فينا غادي في المحمدية شكرا لكم لكل اللي قاعدين تسمعوا فينا كل يوم من مالي ساعة ونوص من مالي ساعتين رجعين معاكم في معالناس هذا نوبرو تليفون على أثمتكم أنتوما بيش تكلمونا وقت اللي عندكم أخبار تحبوا توصلوها لهنا في مع الناس تحبوا تكونوا أنتوما جزء من الأعلام يوميا وتحبوا توصلونا هالحاجات اللي صايرة في الحمومة متاعكم ولا في الجهات متاعكم مرحبا بيكم لسا الكل نعود أنفكركم 580 550 750 777 احنا مباشرة بش نقعدوا في العاصمة ونمشيوا للمحمدية وين فما 500 شخص يصحوا عريضة للمطالبة بتوفير النقل فيديو تصنى فيها توثيق لأبناء المحمدية يدخلوا بربي على الباش فيسبوك عديوية فام وعلى ايا فام تي بي وشوفوها الفيديو أولاد المحمدية هم امروحين على سقاهم مسافات طويلة عليش بسبب غياب الحافلات وامتناع التكسي الجماعي على نقلهم حسب ما يقولو هما هاتو نسمو شوية من الفيديو ونرجع توثيق دي لعبات نمشي فيشان على المحر واني يشوفو لعبات لنمحمدية وشان كيفش ملوح على قلب يديهم شرب يعملون مشكلة على قلب دوم الكل يستانيهم في تكسي الجماعي يشكلوهم في تكسي الجماعي هاو شاهدة توصلكم مباشرة وهو تصاور توصلكم مباشرة والي يشوف في تصاور يقولك مشكل هما في المحمدية هاو احنا في المروج هاو غير وهو معنا ليش نقل راهو هذي هو العذاب اليومي في المحمدية 500 شخص يصحوا على العريضة هذي ويطالبوا بالنقل بفمشكار معنش ترونسبور اهلي المحمدية بصوت واحد وباسمهم يحكي اليوم المواطن الصحفي عبدالله الحبلاني سي عبدالله مرحبا بيك السلام عليكم وعليكم السلام شكرا لك سي عبدالله اللي موجود بحضرنا اليوم سي عبدالله كلكم على اللفتة يعيشك مرحبا اه الحاجة جزت حاجة واحدة ليوم ما مانش 500 واحد بركة صح ولكن اخنا خذينا عدد 500 واحد يلزي في البركة اهه علاش على خاطر حتى 101 يحكوا بس من المجموعة العدد تكافي والعريضة لشكم مش تقدموها سي عبدال العريضة بيش تتمديل خمسة جيهات للسيد ما تمديل حمدية وناخده معاندي تشارج نتعطل لويلية نعطوه عريضة نعطوه الدشارج بتاع المعطان دية تعتلشني كتناقل تونس نعطوه عريضة نعطوه دوة دشارج تاع المعطان دية وذار تنقل نعطوها تروة تشارج وعريضة التروة تشارج بتبيع عند طريق بلها واللسيد رئيس الجمهورية السيدة السعيد ده الرئاسة لما نضر في الموضوع نتع نقل خاطر موضوع كل ما تكلم مسؤول يقول لك أنا ما عنديش علم أو ما في بليش أو بش نعطوهم لغاية تقول لك بش غضيك لما يقول لك فتحات ما في بليش حاجة ثانية هي معناها في الانتخابات كل انتخابات كل انتخابات يقل علينا مسؤول يحكي اللي هو بش حاسن في مسألك النقل نحكو عن الحمدية ونحكيه على النقل نقوله وما يزمنش نقوله النقل يزمن نقوله النقل وما أدرك من نقل خاطر يابوس كبير على الخرابات ضايعة في ساعتين وكذا سويا بسوصل لديارها العشية والسباح ضايعة ساعتين وكذا سبيعة بشتيدها النقل عنا مسؤول آخر اللي هي المحمدية المعتمدية الوحيدة تقريبا في ولاية بن عروس لما عندهاش النقل مباشرة خط مباشر للحمدية تونس اللي هو كان وتنحى ما نعرفوش علاش عنا مشكلة النقل خط خط مباشر تعكار خط مباشر وقتي معناها الانسان رايما هيش تتحل المشكل ولكن احنا كل عام كل مرة كل انتي خباتشي كل الكلان بس انتي بولكم تران اوكي يا اخويا حسن لي انا تويك جاءت نستنى تران حسن لي الوضعية الحالية الى ان تجيب لي انتي تران معناها احنا يتار مانيش طالبين يتار معناها بس تخدي هالي ديرك انتي ما وقفني المترو السيس اللي هو بشوصل للمحمدية وصل الحد والمروج لراسار دي كان لموجود طويلة في الماليسين كان بشيكون في المحمدية واللي هو الفين وتسعتاش بشيبدأ موجود ويخدم على روحه اه الى حد الان ما فهم حد شاي وحد مصاله معناها فهم ايرا سار بشي تخدم من الفين وواحدة وعشرين من الفين وخمسة وعشرين الى يومنا هذا معنا حتى معلومة عليها اسك فحيحة وابدا لطن هذك اخويا حسن لي انا وضعية النقل الى ان تجيب لي هالترا اللي احنا كاعدين نستنى فيه اه نذكر بحاجة اخرى سمعني اللي احنا عنا تلايه ذا فيه مناطق معناها يسكن في الخندية سيتي فرج وقوذنا وحيطايب المهيري اللي يمشوا معناها يخذوا الكار بشي يمشوا يقراو وما عندهمش ترانسفور فسط النهار معناها ما يعجيكش يروح اللي يتخل لذك يقعد في القهوة يتعلم دخان يتعلق وهذاك عليش احنا حتى لرفكتوار معنيش فسط النسيات والمعاهات معناها في المدارس الاعدادية والمعاهات معناها المصاربة بتحسين وضعية النقل حتى فسط النحمدية عن حيطايب الميري مثلا بشوصل للنحمدية ليهو منطقة في الحمدية شابط البلدين بالنحمدية يتعد على فوشانة يخل نقل فوشانة ومبعد يارو يجيب فوشانة للنحمدية ما تقولك ينا على ساعتين بشي روح للدار ونرجى هني قاعد غادي سوخ فلاس سوك هاو خاطر ما ننجمش حتى لو لي ما يقدرش انه يعطي خمسة ألف أكيد ما ننجمش كل يوم ماكيد على فكرة معنا نحكو عن الحمدية لانا نحكو على حنان شكراني جعفر ونحكو على رحمة بن علي معنا نحكو على عباد ربي باركنهم معنا دعادة حب تخضر الحمدية نحكو على في الصاروخ تحدي واحد اللي فاع نحكو على السيد شكر التكيني سكر الشنيتي انه هو مكلف تثنيف نحكو على برش عباد بالحقامات في المحمدية موضوع اكيد دا دايما نشكوش فيه وكل سوكال المحمدية يستحقوا انهم يعد عندهم غير زون تعناق المحترم ما كانش كون اي برزبط نحكو على المحمدية عنا برشة مشاكل اخرى ونبي باركيلكم على خطر تركتوا الموضوع عدية فما فما عناش منتزاه منطقة نحكو على منطقة 220 اي سكر ومنش نحكو على منطقة مانا حديثة او نحكو على منطقة مانا كبيرة برشة فهمتني ربي بارك لكل واحد عاون في الحكاية هذه وربي بارك للرجال اللي دي عادة تجري بش نحسنوا مشكلة النقل ونحسنوا الحمدية ونجنرال وربي باركيكم على اللقاء يا عايشك ياسي عبدالله الحبلاني شكرا لك انتي اللي كنت موجود لهنا تكلامت باسم لمحمد دي الكل وثقتوا بالفيديو الفيديو موجودة كيف ما قلتوا دخلوا توا على الفاش فيسبوك غاديو ايا فهم على ايا فهم تيبي تراؤوا الفيديو متاع الناس قادة تحب تروح لديارها ما يلقاوش ترانسبور دونك عابي كي ما نقول واحنا بالدار على سقينة وحتلين نوصل للدار وقديش تخسر الوقت وانتي تستنى في كترانسبور هذاك وانتي بش تروح اللي قعدتوا وخدمتوا نهار كامل لثمانية سوية تعدي زادة ساعتين قبله بش تمشي وساعتين من بعده بش تروح حالة يومية اللي يعيشوا فيها سكان المحمد دي ويقول لك وينو الحل عطيونا حل في النقل شكرا لك سي عبدالله الحبلاني احنا من المحمد دي بش نمشي والمشكلة تحيل نسألوا فيها على القانون وروح القانون كيفاش بالقانون ناس نجم تتحيل عليك حتى من أقرب الناس لك مع الناس شكرا لكم في متابعتنا للمع الناس يوميا ماضي ساعة ونص الماضي ساعتين حالة نجم يلقوا فيها رواحهم برش ناس المستمعة كلمتنا على ثمانية خمسين خمسة مئة وخمسين سبعة مئة وسبعة نحبكم تسمعوا بالقديل حكاية متاحة ولماذا يدخل يسمعوا فينا الأساذ المحامين اللي يسمعوا فينا زادة مرحبا بيكم نجموا تتدخلوا في كل وقت باش تنجموا تعاونونا ولا تقولوا شوي شنوها تنجم تعمل المواطنة اللي معانا توا منعرش بتاعتي اسمها به أميرة أميرة معانا بالتليفون أميرة مرحبا بيك شكرا لك أميرة اللي انت موجودة معانا لحكاية متاعك حكاية تحيل موصوف لكن تحيل بالقانون نعم أحكي لنا أمير بيها بيك نبدالك نحن كنا عايشين في دار عزيزي بيك بابا كبير أنا سبعة وثنين سنين بفترك سبعة وثنين ستكنين في هالدار معانا عمي بيش بناخل بختي متاعه عمي بوراقه لهم اخل سبعين متر ومكتوبة باسمه مرواضحة بابا مهوش كاتب نجد فيقة اللي عطاها عزيزي البختي متاعه وقالوا هذيك متاع بوسكن فيها ستكننا خمستاش من السنين تحت القردير البختي بابا يخدم حجين ما كتعرفنا ماذي كان دروح هذا كمين وصلوا جهدوي الحمد لله حمد لله خلد أمي خدمت بنينا جوز بيوتك وجينا وطوالاتك جينا وحبنين وكل ما الشيء بيش نظر بنحكي لك في نظام 2017 زينت نصف الليل يتيح علينا سقف الليل لطفاليكم اي حمد لله خلد كمينة أخذت أنا قارض أختي قارض ضعنا بسهدركم عاودنا الدار من اللون الجديد قلت اينا مدين معلقها عندي انا عاود ضادة بالنقبة وعاودت حسنت فيها بالبدأ احنا مزلنا كيكملناها زينت ويخرج عام يقول لنا لئ الدار لكلها باسمي مش البرتين بتاع وحده معنات مش البرتين بتاع وكهاء دار الكل اي صحيط هو شنو صار عزيزي كتب لكي سبعين مترو وقتها فيه مخو عزيزي بعد عزيزي سقط ذكر تمر بالله هاي نار كل شيء ودات هزي كي عاود صحح مع تعاود الكتب عاود الكتب عد دار الكل اللي هي كتب مهيش كبيرة 244 نترو صحح عن كل وفكت وخبيها وخبي عني في كل احنا تسعة عمومة معنتها وما في بالو حتى حد بيها الحكاية ومبعضيك تخرج وقال لنا هاي دي الكل بتاع قبية استعجلية بالخروج احنا متاو اخرج لكم انا عندي سؤال انتوما معنتها اليوم جيرانكم الناس اللي تسكنوا بحذيهم يراه اللي انتوما تعملوا في الترفو اللي انتوما بنتوا جهتكم اللي انتوما حسنتوا وهو معنتها موجود معاكم هذي ما تنجموش تثبتو بيش تثبتو حقكم في الدار متاعكم والعلاقل انو يرجعلكم الاموال هذية نحنا هذيك المشكلة ويربحها هو لخطر عنده شهادة ملكية استرجلوا عمال كل شي بإسمو معنتها نحن نجمو نخرجو في 24 ساعة ما عمنا حتى حق من بعد اصبر شوية حتى لانتشوف شنوة نجمو تعمل مع المحامي وتعمل قضية معنتها بيش نشوف عندي الفاتورات عندي تساو عندي كل شي نجموش اخذت شهادة جيران وغيره نقلوها الناس الكل فما القانون اللي نعرفوه التصحاح والأوراق والشهادة الملكية وغيره فما حاجة اسمه روح القانون اليوم فما ناس يقول لك هذا عم يتحيل علينا وتحيل على العزيزة باش نجم يخذنا الحق متاعنا كيفاش نجم يرجع الحق متاعهم انا نقول كين فما محامي ولا محامية يسمع فينا دي ما يتخلي ينجم ما يسمع فينا واللي يقول لك لا فما تمشي اخر ما ينجم يتحيل بالقانون لازم القانون يرجع الاثنية الصحيحة ماذا بينا يتصلوا بينا على 58 550 707 حابنا ناخدوا الشهادة متاحها اليوم اللي هي زادة اليوم من الناس اللي يستغيثوا يقول لك بالقانون خذاولي حقي والحق متاع شكرا لك امنوا في الاخراج كل فريق الاخراج الرقمي شكرا جزيلا كنت معاكم زينب مالكي خليكم عبقية برامج ايفان في لامن